ترأس الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك وفد مملكة البحرين في الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض مناقشة عدد من الموضوعات من بينها الإحاطة بنتائج الاجتماعات الوزارية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة تنفيذ متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة ومتابعة تنفيذ خطة العمل لاستكمال الاتحاد الجمركي كما تم التطرق إلى محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل بالإضافة إلى قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها ناير عام 2003 تم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف استبعاد الرسوم الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول مجلس التعاون وتطبق فيها رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي الاتحاد الجمركي الخليجي يقوم على مجموعة أسس منها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي ونظام جمركي موحد واعتماد لوائح وأنظمات متماثلات لدول المجلس في المجالات ذات الصلة وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية بالإضافة إلى معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية هذا وتم تشكيل مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ليواصل مسيرة التقدم حتى وصل اليوم إلى اجتماعه السادس ليحقق بذلك تطوير التعاون بين دوله الأعضاء من خلال وضع الخطط والبرامج والمشروعات الكفيلة بتحقيق الاستراتيجية التجارية لدول مجلس التعاون ترجمة نانسي قنقر